إيماننا يا مولانا ومعرفتنا بأن من أسماء الله الحسن العظيم كيف ينبغي أن يتجلى في أفعالنا وفي حياتنا اليومية؟ طبعاً هم أن يعتقدوا أن كل عظيم معهم وبينهم حقير بالنسبة لهذا العظيم الذي ذكرنا اسمه من الأسماء أيضاً قالوا أن يحترم العظمة الإنسانية في حدودها الإنسانية إذا كانت تليق بصاحبها يعني أنا مثلاً مساحش أطلق اسم عظمة على ساحر ماهر لأن القرآن يقول له خف هذا ليس بعظيم وقس على ذلك كثير مما نسميه العظماء ونسميه النجوم ونسميه من الأطمار كل هذا يعني إنما قالوا الأنبياء أولاً يستحقون اسم العظمة فيعظم الأنبياء حتى ذكروا العلماء ذكروا أولياء الصالحين المحسنين يعني هما يدرجوا في الخط الإلهي ممكن أن يعني يكتسبوا لقب العظمة أو صفة العظمة ومن هنا على المؤمنين أن ينظروا إليهم في هذا الإطار ولكن الذين لا يدرجون في درب الإيمان بالله ويعني حرمات الله لا يسحقون اسم العظمة ولا يصح أن يعظمهم الإنسان يعني المؤمن المتمسك بإيمان ومش معنى أنه لا يعظمهم يعني أنه يهينهم لا طبعاً حرام لأنه حجيني أمور أخرى تمنعني ولكن لأن العظمة فيها نوع من التقديس نوع من التقديس بهذا المعنى فحينما لا صح أن تقدس من يخرج على حدود الله حتى لو كان بارعاً في هذه الصرعة أو بارعاً في خروجه عن حدود الله سبحانه وتعالى فهذا هو أولاً أن يعرف أن كل عظيم فهو حقير إلى جنب الله ثانياً أن يعترف بالعظمة اللائقة بالإنسان إذا كان من عند الله سبحانه وذكرت من عند الله وهي عظمة الأنبياء العلماء الأولياء أهل الخير إلى آخر ترجمة نانسي قنقر